يعمل فريق من الغطاصين التونسيين المحترفين حول هيكل سفينة غارقة تحمل ما يصل إلى ألف طن من الوقود للتأكد ما إذا كان حدث تصرب النفطي وكانت السفينة المتجهة من غنية الاستوائية إلى ملطا قد غرقت قبالة سواحل قابس يوم الجمعة لكن البحرية التونسية تمكنت من إنقاذ جميع أفراد الطاقم السبعة وقال وزير النقل ربيعي المجيدي إن الوضع مطمئن وتحت السيطرة ولم يحدث حتى الآن تصرب للوقود من خزان السفينة لكل شيء حابوا نأكدوا إلي ما فهماش التسربات وإلي ليسوت متاع السفينة أنتكت وما فهم حتى تصرب مسكرين بأحكام وما فهم حتى تصرب لمادة الجزوال اللي هي تمثل الشحنة وأضاف المجيدي أن الغواصين يعملون الآن على تحديد المنافذ لشفط الوقود الغواصين يقوموا بالعمل من أجل تحديد المنافذ متاع السفينة هذه من أجل ربطها بمعدات شفط الحمولة هذه ومع ذلك يشعر صيادون تونسيون مثل حاج السلام بالقلق من الأضرار البيئية التي قد تنجم عن غرق السفينة وقالت وزارة البيئة إن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية مضيفة أن السلطات شكلت خلية أزمة وتعمل على تجنب كارثة بيئية والحد من أي تأثير محتمل ويواجه ساح الأقابس بجنوب البلاد بالفعل تلوثا كبيرا منذ سنوات حيث تقول منظمات بيئية إن منشآت صناعية في المنطقة تقوم بإلقاء النفايات مباشرة في البحر